إطالة الشعر يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه أصبح في هذا العصر شعار للخوارج نسأل عافو والسلام الشيخ الألباني may Allah have mercy upon him mentioned that lengthening and growing the hair long during our times is from the signs of the خوارج إذا أردنا تطبيق سنة من السنن إذا أردنا تطبيق سنة من السنن نسأل العلماء الربانيين كيف نطبق هذه السنة نسأل العلماء الربانيين كيف نطبق هذه السنة هل الآن مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله الشيخ الألباني الشيخ بن باز رحمه الله الجميع هل هم صنعوا هذا إطالة الشعر وهم أعلم بالسنة مننا نحسبهم كذلك والله حسيبهم هل الشيخ بن باز و الشيخ أثيمين و الشيخ الباني may Allah have mercy upon them implement the likes of these acts and they are most knowledgeable than us regarding the sunnah